السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المناطق الشمال والملاطق البادية الشرقية والملاطق الجنوبية هناك عدة قبائل عربية سكنت في جنوب الأردن زي ما حكينا في الجهة الشرقية والشمالية القبائل العربية جاءت من شبه الجزيرة العربية إلى جنوب الأردن واستقرت فيها قبل الإسلام ومعظم هذه القبائل العربية بعود أصلها إلى القبائل اليمنية أصلها يمنية من اليمن أهم هاي القبائل مثل قبائل الغساسنة وسليح وتنوخ وهاي القبائل احنا بنحكي هي قبائل عربية لكنها غير مسلمة بعد الفتح الإسلامي لعدة مناطق واسعة في بلاد الشام جزء منها دخل بالإسلام وجزء منها اعتنق الديان المسيحية بدنا نذكر أهم هاي القبائل اللي كانت في شمال أردن اللي هي جزام وكنانا وذبيان وعاملة وبلقين وبنوكلب وبلي والقبائل اللي كانت بالجهة الشرقية جزام غسان قريش ثقيف قيس وبهراء وعذرة سليح وأيضا القبائل اللي كانت بجنوب المملكة وجنوب الأردن جزام غسان قضاعة لخم جهينة قريش تنوخ وذبيان وطي وسليح إذن هاي قبائل عربية زي ما حكينا قبائل غير مسلمة جزء منها بعد حركة الفتحات الإسلامية لمناطق بلاد الشام دخلت الإسلام وجزء منها اعتنق ديال المسيحية وجزء من هاي القبائل طبعا استقرت في عديد من المناطق المفتوحة المناطق المفتوحة اللي صارت بعد الفتح الإسلامي هلأ بنا نعرف موقف هاي القبائل العربية في الأردن للفتح الإسلامي هناك عدة مواقف للقبائل العرب في بلاد الشام ومن بينها الأردن أول موقف اللي هي قبائل العربية أسلمت وشاركت في العمليات العسكرية ضد الروم إذن هاي القبائل العربية دخلت الإسلام وشاركت في العمليات العسكرية أي الحروب مثل معركة اليارموك اللي صارت عام 15 هجري بين المسلمين والروم طبعا في جيش عمر بن العاص كان قائدهم عمر بن العاص وبعدين تم فتح مصر من هاي القبائل غسان لخم جذان عاملة بلقين وقضاعة بالموقف الثاني قبائل العربية ارتبطت بمعاهدات وتحالفات سابقة مع الروم يعني كانت بالبداية إلها معاهدات مع الروم بس نتيء وأجبرتها الروم لهاي القبائل هتكون ضد المسلمين إنها توقف ضد المسلمين بس فيما بعد هاي القبائل غيرت رأيها وغيرت فكرتها وتحولت مع المسلمين إلى جانب المسلمين ضد الروم خاصة بعد انتصار المسلمين في معركة اليارموك ضد الرومان الموقف الثالث قبائل العربية مسيحية ضاقت ذرعا بالحكم الروماني البيزنطي ذرعا يعني ظلما من الحكم الروماني هل هي نتيجة فطرتها العربية للعرب فكانت تغير فكرتها وتتطلع للتخلص من هذا الحكم اللي هو حكم الرومان وأنها توقف ضد الرومان مع المسلمين بقيت على هذا الحال إلى أن غيرت رأيها ودخلت مع المسلمين ضد الروم وفي عندنا بعض القبائل لم تقف على الحياد ليش؟ بسبب مصالحتهم أو مصالحهم للمسلمين بل قدموا مساعدات وقدموا المؤن اللازمة للجيش المؤن يعني الاحتياجات اللي بيحتاجها الجيش في المعركة هاي المواقف للقبائل العربية هل بنا نعرف الدور السياسي للقبائل العربية في الأردن يعني هاي القبائل العربية في الأردن كي إلها دور سياسي يعني في الأمور السياسية اللي بتتعلق داخل المجتمع الأموي ومن أهمها أول إشي الوقوف إلى جانب الأمويين في تثبيت حكمهم كمباعة معاوية أبي سفيان وابن يزيد بن معاوية يعني هاي القبائل وقفت إلى جانب الأمويين لتثبيت أركان الدولة الأموية من خلال تثبيت الحكم مثل مباعة معاوية أبي سفيان ومباعة ابن يزيد بن معاوية الموقف الثاني مشاركتها في الفتوحات الإسلامية في شمال إفريقيا شمال إفريقيا اللي هي تونس حاليا والتصدي لخطر البيزنطيين من أشهر هاي القبائل جذان غسان بقيادة حسان بن نعمان الغساني الموقف الثالث مشاركة في فتح الأندلس الأندلس اللي هي إسبانيا حاليا واستيطان أعداد كبيرة من هاي القبائل على العديد من المدن الأندلسية بعد الفتح بعد فتح الأندلس صار عنا خضوع عدد كبير من المدن الأندلسية إلى المسلمين إلى الفتح الإسلامي والموقف الأخير وقف إلى جانب الأمويين في التصدي لجيوش الثورة العباسية لأنه بنعرف أنه بعد الدولة الأموية أو بعد العصر الأموي ظهور الدولة العباسية فكانت هاي القبائل وقفة إلى جانب الأمويين ضد الدولة العباسية طيب هيك بكون آخر موقف للقبائل العربية في الأردن بنشوف أسئلة الدرس أسئلة الدرس أول سؤال بين أسباب ما يلي اختلاف موقف عربي الشام من فتح الإسلامي اللي هو الجواب موجود صفحة 49 النقاط اللي إحنا حكيناها النقاط اللي هي المواقف الثلاثة اللي حكيناها بداية الحصة النقط الجواب جواب السؤال با استقرار قبائل العربية في مواطنها في بلاد الشام بعد فتح الإسلامي بسبب امتداد نفوذها إلى مناطق واسعة من بلاد الشام يعني القبائل العربية استقرت في هاي المناطق بعد فتح الإسلامي ليش؟ لأنه امتد نفوذها إلى مناطق واسعة من بلاد الشام يعني اتساع الدولة بالسؤال الثاني بيحكينا أكمل فراغ من أشهر قبائل الأردن التي شاركت في فتح شمال إفريقيا بطون، غسان، لخم الديانة اللي اعتنقتها القبائل العربية في الأردن قبل الإسلام اللي هي الديانة المسيحية زي ما حكينا واذكر أسماء خمسة من القبائل التي استقرت في الأردن في العصر الأموي غسان، جذان، قريش، لخم، بطون هاي القبائل اللي استقرت في الأردن هو عنا عدة قبائل زي ما حكينا بالشمال وبالوسط وبالجال الشرقية والجال الجنوبية بس هو بده إيش السؤال خمس قبائل وبهيك بكل أنهيت الدرس وحلت أسئلته بتمنى منكم إنكم تنقلوا هاي الإجابات على دفركم ويعطيكم ألف عافية